بسم الله الرحمن الرحيم ايضا تعرفنا على الطاقة الكهربائية ايضا تعرفنا على الطاقة الكهربائية وتحديدنا عن المقاومة الكهربائية وهي خاصية تحدد مقدار سريان التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية اليوم بإذن الله سنتعرف على تمثيل الدوائر الكهربائية وبإذن الله في نهاية درسنا نكون قادرين على تصميم دائرة كهربائية مقلقة أيضا سنتعرف على طريقة توصيل أجهزة قياس شدة التيار الكهربائي والجهد الكهربائي في درسنا السابق أعزائي الطلاب تحدثنا عن المقاومة الكهربائية في دائرة كهربائية ما وقلنا مكونات الدائرة الكهربائية كما في هذا الشكل مضخة أو مصدر للتيار الكهربائي تضخ الشحنات نتيجة وجود فرق في الجهد الكهربائي فتترفق الشحنات في هذا المسار أو في هذه الدائرة المغلقة وتمر من خلال هذه الأداء الكهربائية وهذا الجهاز طبعا كل جهاز له قدرة لتحمل هذه الشحنات أو لتحمل هذه الطاقة وبناء على ذلك يتم استخدام ما يسمى المقاومة الكهربائية هذه المقاومة الكهربائية هي تحدد مقدار التيار الساري في هذه الدائرة والقرض منها هي حماية هذه الدائرة الكهربائية من التلف عند مرور تيار عالي الشدة أيضا حماية هذه الأجهزة ورسمنا وخططنا هذه الدائرة بشكل صور أيضا قلنا أن المقاومة ممكن أن تكون في نفس الجهاز وذكرنا أنه يمكن التحكم في المقاومة الكهربائية عن طريق أمرين إما التحكم في الجهد الكهربائي لأن العلاقة بين شدة التيار والجهد الكهربائي علاقة ضدية فنستطيع التقليل من الجهد الكهربائي وبذلك يتم التقليل من شدة التيار المار في هذه الدائرة وفي هذه الأداة الكهربائية أيضا هناك طريقة أخرى وهي المقاومة وهي خاصية تتمتع بها الأجسام وهي خاصية تتحكم في مرور وسريان التيار الكهربائي في هذه الدائرة وفي هذه الأداة وهذا الجهاز الكهربائي وكما تلاحظون مثلنا هذه الدائرة الكهربائية عن طريق الرسم اليوم بإذن الله سنتعرف على طريقة أخرى تمكننا من تمثيل الدائرة الكهربائية بطريقة طبعا مختلفة عن هذه الطريقة هناك طرق عدة ومختلفة لتمثيل أي دائرة كهربائية إما عن طريق الكلمات مثل المسائل الحسابية التي نقوم بحلها طبعا بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالكهرباء أو عن طريق الصور كما تلاحظون أو عن طريق ماذا؟ عن طريق الرسم كما سوف نتعلم في درسنا لهذا اليوم وكما تلاحظون في هذا الشكل عبارة عن رموز وطبعا رسم فني يوضح ويبين بعض الأجهزة والأدوات الكهربائية مثل البطارية كما تلاحظون هنا البطارية بشكل معين نقطة التوصيل الكهربائي طبعا التأريض المقاومة كيف يكون شكل المقاومة طبعا كمشابه للمنشار مقاومة متغيرة تحتوي إضافة لذلك على السهم من الأعلى أيضا الفوتميتر جهاز تحدثنا عنه سابقا يقيس الجهد الكهربائي الأميتر أيضا جهاز تحدثنا عنه يقيس شدة التيار المكثف تحدثنا عنه في الباب السابق طبعا يستخدم لتخزين الشحنات الموصل إذن رح نستخدم بإذن الله هذه الرموز لتوضيح ماذا لتوضيح ورسم الدائرة الكهربائية طبعا بطريقة مختلفة عما وصفنا في الدرس السابق عن طريق الصور اليوم رح نتعرف كيف ممكن نصمم دائرة كهربائية بطريقة فنية أفضل مما طبعا استخدمناه في الدروس السابقة تحدثنا عزائي الطلاب لنسترجع المعلومات في درسنا السابق تحدثنا عن المقاومة وقلنا أن هذه الأداء تستخدم في العديد من الدوائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية بغرض حماية هذه الدائرة من مرور شحنات زائدة أو تيار كهربائي زائد حتى لا يؤدي إلى تلف هذه الدائرة وهذا الجهاز الكهربائية فالمقاومة هي خاصية تتمتع بها الأجهزة والأجسام لماذا؟ لممانعة مرور التيار الكهربائي كما قلنا أن الشحنات أو التيار الكهربائية تدفق في الموصلات أو في الأجسام نتيجة وجود فرق في الجهد فشدة التيار تتوافق أو تتناسب طرديا مع مقدار الجهد الكهربائي وهناك عوامل تؤثر في مقاومة أو ممانعة مرور هذا التيار هناك عدة عوامل سوف نتحدث عنها وتحدثنا عنها سابقا منها مساحة المقطع العرضي للموصل أيضا طول الموصل درجة الحرارة نوع المادة هذه كلها عوامل تؤثر في مقاومة هذا التيار فالمقاومة هي خاصية تحدد مقدار التيار الذي سيمر في الموصل طبعا تساوي فرق الجهد الكهربائي مقسوما على التيار بهذا الشكل رمزنا للمقاومة بالرمز أو اختصرناها بالحرف R R تساوي في على I الجهد الكهربائي مقسوما على شدة التيار وذكرنا أن وحدة القياس هي الأوم التي تعادل فولت لكل أمبير تحدثنا أيضا عن أنواع المقاومة قلنا هناك مقاومة ثابتة في المقدار ومقاومة متغيرة هذا بناء على مقدار المقاومة ذكرنا أن هناك تقسم آخر بناء على نوع المادة المستخدمة في هذه المادة أو في هذه المقاومة أما بالنسبة لمقدار المقاومة فهناك نوعان إما مقاومة ثابتة أو مقاومة متغيرة تحدثنا أيضا عن أعزاء الطلاب العوامل التي يعتمد عليها المقاومة منها طول الموصل طبعا العلاقة بين طول الموصل والمقاومة علاقة طردية كلما زاد طول الموصل كلما كان هناك فرصة لحدوث تصادمات بين الشحنات الكهربائية وذرات المادة الموصلة تزيد من هذه التصادمات تزيد من المقاومة الكهربائية إذن الطول هو العامل المؤثر الأول علاقة طردية أيضا نوع المادة كل مادة لها سماحية كهربائية كل مادة لها خصائص مختلفة عن المادة الأخرى فيؤثر في مقدار المقاومة الكهربائية درجة الحرارة كلما ارتفعت درجة الحرارة بسبب التصادمات فهذا يعني وجود مقاومة أكبر إذن درجة الحرارة تتناسب طرديا أيضا مع مقدار المقاومة أيضا مساحة المقطع العرضي كلما زاد المساحة كلما قلت فرصة حدوث التصادمات وهذا يعني وجود تناسب عكس ما بين مساحة المقطع العرضي والمقاومة إذن هذه العوامل التي تعتمد عليها المقاومة به شكل سريع أنواع المقاومة كما قلنا قبل قليل مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة لكن ما هي الرموز؟ هذه صور للمقاومة الثابتة وهذه المقاومة متغيرة لكن عندما نأتي ونرسم هذه أو نصمم دائرة كهربائية ونقوم برسمها فإننا نستخدم رمز كما في هذا الرمز مشابه لأسنان المنشار وأيضا هنا نفس الرمز لكن بإضافة سهم من الأعلى وهذا يعني أنها متغيرة إذن هذا بالنسبة لرمز المقاومة الثابتة وهذا بالنسبة لرمز المقاومة المتغيرة طيب لدينا هذا السؤال عزائي الطلاب مراجع لدرسنا في الحصة الماضية يعرف الأوم الواحد واحد أوم بأنه مقاومة موصل يمر فيه تيار شدته واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد بين الطرفيه واحد فوت هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ ماذا تتوقعون؟ نعم عبارة ماذا؟ عبارة صحيح إذن واحد أوم هو مقاومة موصل يمر فيه تيار مقداره واحد أمبير وفرق الجهد بين طرفيه واحد فوت يمكن التحكم بشدة التيار المر في دائرة عن طريق ماذا؟ هل عن طريق المقاومة الكهربائية فقط؟ أم عن طريق فرق الجهد الكهربائي فقط؟ أم فرق الجهد والمقاومة معا؟ أم جميع ما ذكر؟ كما ذكرنا يمكن التحكم بشدة التيار بناء على العلاقة طبعا R تساوي في على I فمن الممكن أن نتحكم بمقدار التيار إما عن طريق المقاومة بزيادة أو نقصاد المقاومة أيضا التحكم في فرق الجهد كلما زاد الجهد الكهربائي كلما زاد تدفق الشحنات فإذن فرق الجهد والمقاومة الكهربائية معا أو إحداهما إذن لدينا سؤال آخر نأتي الآن لتمثيل الدوائر كما قلنا هذه بعض الرموز لتمثيل الظواهر يهمنا ماذا أهم بعض الرموز لبعض الأشياء التي أخذناها مثل البطارية مثل جهاز الأميتر لأننا تحدثنا عنه واستخدمناه لقياس شدة التيار مثل الفولتوميتر استخدمناه لقياس ماذا فرق الجهد التأريض أيضا تحدثنا عنه في الباب السابق أيضا المقاومة الثابتة وأيضا المقاومة المتغيرة هذه الرموز تحدثنا عنه أيضا الموصل أو الدائرة أيضا هذا المفتاح الكهربائي إذن هذه ما يهمنا في بعض أو أهم ماذا الرموز التي سوف نستخدمها بإذن الله إذن تمثيل الدوائر الكهربائي كما ذكرنا إما بالكلمات أو بالصور الفوتوغرافية كما أخذناها سابقا أو بالرسم الفني لأجزاء هذه الدائرة إما تكون مكونة من بطارية وهي مصدر الشحنات وجهاز لقياس التيار الكهربائي أو فرق الجهد أيضا قد تحتوي على مقاومة إما ثابتة أو متغيرة ويتم توصيلها بالموصل ومفتاح كهربائي إذن هذه أهم ماذا؟ أهم الرموز لماذا تمثيل دائرة كهربائية لدينا هذا السؤال أعزائي الطلاب الجهاز المستخدم لقياس التيار هو ماذا؟ ماذا نسميه هذا الجهاز الذي يقيس لنا شدة التيار؟ نسميه ماذا؟ نسميه أميتر أما بالنسبة للجهاز المستخدم لقياس فرق الجهد والكهربائي فنسميه ماذا؟ نسميه فولت ميتر إذن هذا الجهاز المستخدم وتعرفنا على الرموز لتمثيل هذه الأجهزة في دائرة كهربائية الآن نأتي لأنواع التوصيل لدينا النوع الأول التوصيل على التوازي كما تلاحظون هنا عندما قمنا بتمثيل دائرة وبرسم دائرة وهي عبارة عن مسار مقلق لدينا هنا ماذا؟ لدينا هنا البطارية أو مصدر الجهد لدينا هنا مصدر الجهد أو البطارية تم توصيلها واستخدام كما تلاحظون مسار أو خط معين هنا الاتجاه للتيارة الإصطلاحي كما تلاحظون من القطب الموجب التيارة الإصطلاحي من القطب الموجب هنا لدينا ماذا؟ رمز ماذا؟ رمز مقاومة حتى نقيس فرق الجهد يتم قياس فرق الجهد بين الطرفي المقاومة فنوصل كما تلاحظون جهاز الفولت ميتر إذن هذا الفولت ميتر لقياس فرق الجهد بين الطرفي المقاومة فيتم توصيله على التوازي نلاحظ أن التوصيل على التوازي يتم فيه تفرع التيار إلى مسارين يتم فيه تفرع التيار إلى مسارين فنعرف التوصيل على التوازي بأنه الدائرة الكهربائية التي يتفرع فيها التيار إلى مسارين أكثر ويكون فيها الجهد متساوي الجهد عند هذه النقطة متساوي وسوف يظهر لنا من خلال جهاز قياس الجهد الكهربائي الفولت ميتا إذن هذا بالنسبة للنوع الأول من التوصيل على التوازي ومن الأشياء التي من الضروري جدا أن نوصلها على التوازي جهاز قياس فرق الجهد الفولت ميتر النوع الثاني من التوصيل وهو التوصيل على التوالي نلاحظ هنا طبعا اتجاه التيار بهذا الشكل من القطب الموجب نلاحظ مرور التيار بمقاومة ثم يمر بجهاز لقياس شدة التيار فنلاحظ أن المقاومة وجهاز الأميتر وصلت على التوالي نلاحظ أن شدة التيار هنا أو أن التيار الكهربائي يتدفق ويتحرك في مسار واحد لا يوجد هناك أي تفرع ولو قصنا شدة التيار الكهربائي في أي نقطة على هذا المسار سوف تكون لها نفس القراءة أي أن التيار الكهربائي عند أي نقطة في دائرات التوالي له نفس القيمة إذن الدائرة الكهربائية بالنسبة للتوصيل على التوالي هي الدائرة التي تحوي مسارا واحدا أي لا يوجد تفرع كما في دائرة التوازي وتكون فيه شدة التيار ثابتة طيب لدينا هذا السؤال يمثل الرمز المرفق ماذا؟ رمز ماذا؟ أليه مقاومة ثابتة أو متغيرة؟ يمثل ماذا؟ مقاومة ثابتة أما بالنسبة لهذا الرمز فيمثل رمز ماذا؟ يمثل مقاومة متغيرة التوصيل على التوازي هو مسار يتفرع فيه التيار أو التياران إلى مسارين أو أكثر حيث يكون فرق الجهد في الدائرة الكهربائية متساوي عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة التوصيل على التوالي هو توصيل يسلك فيه التيار مسار واحد فقط حيث يكون التيار الكهربائي في الدائرة متساوي أي لو قسنا التيار أو شدة التيار في أي نقطة على هذا المسار فتكون متساوي هل هذه عبارة صحيحة؟ هذه عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم عبارة صحيحة أم خاطئة؟ عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة أيضا لدينا هذا السؤال وهذه المسألة تطبيق على درسنا لهذا اليوم أرسم رسما تخطيطيا لدائرة تحتوي على بطارية فرق الجهد بين قطبيها 30 فولت وصلت بمقاومة مقدارها 10 أوم نلاحظ هنا استخدم طريقة لتمثيل الدائرة وهي الكلمات وأوجد قراءة الأميتر وحدد اتجاه إذن أولا بالنسبة للرسم لدينا بطارية ولدينا مقاومة البطارية والمقاومة تصل على التوالي ولدينا قياس لشدة التيار الأميتر أيضا يوصل على التوالي إذن لدينا هذا المسار فرق الجهد ماذا؟ مقداره بين طرفي البطارية مقداره 30 فولت والمقاومة مقداره 10 أوم إذن المطلوب قياس شدة التيار شدة التيار ماذا تساوي؟ شدة التيار هي حاصل خلال قانون أوم هي حاصل ماذا؟ قسمة فرق الجهد على المقاومة الكهربائية إذن شدة التيار حاصل ضرب ماذا؟ أو حاصل قسمة فرق الجهد على المقاومة بالتعويض فرق الجهد معطى لدينا بين قطبي البطارية مقداره 30 فولت المقاومة مقدارها ماذا؟ مقدارها 10 أوم فيكون الناتج ثلاثة أمبير إذن سنضع هنا ثلاثة أمبير إذن هذا مقدار قراءة الأميتر المطلوب الثاني حدد اتجاه التيار التيار كما قلنا من القطب الموجب إلى القطب السلب فيكون الاتجاه بهذا الشكل هذا التيار الإصطلاحي لو أردنا وضع جهاز فولت ميتر لقياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة فإننا نوصل بهذه الطريقة على التوازي طبعا بالنسبة لفرق الجهد لو أردنا حساب فرق الجهد فرق الجهد من خلال قانون أوم يساوي حاصل ضرب شدة التيار في المقاومة شدة التيار أوجدناها ثلاثة أمبير المقاومة ماذا؟ المقاومة عشرة فيكون الناتج ثلاثين ماذا؟ فيكون الناتج أيضا ثلاثين فولت إذن الفولت ميتر يوصل بهذه الطريقة على التوازي سؤال آخر التيار الكهربائي يتناسب طرية مع فرق الجهد نصف قانون ماذا؟ أوم أم نيوتن أم جليليو أم فرانكلين طبعا الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ نصف قانون أوم بناء على الدائرة الكهربائية الموضحة أدنى أكمل الفراغ أعطانا ماذا؟ في هذه الدائرة أعطانا جهاز فولت ميتر ووضع لنا قراءة هذا الجهاز ثلاثة فولت وعطانا جهاز أم ميتر مقداره أو قراءته ثلاثة أمبير ووضع لنا هنا مقاومة ولكن لم يعطينا قيمة هذه المقاومة فيحتاج أن نكمل هذا الفراغ من خلال قانون أوم أر تساوي في على آي قسمة ماذا؟ الجهد الكهربائي على شدة التيار طبعا تعويض مباشر لماذا؟ فرق الجهد معطى لدينا ثلاثة فولت وشدة التيار طبعا شدة التيار هنا ثلاثة طبعا فرق الجهد هنا ثلاثة وشدة التيار هنا أيضا ثلاثة أو عفوا هنا قد يكون هنا خطأ طبعا بهذا الشكل هنا هنا خطأ طبعا الصحيح هو هذا الرقم فبالتعويض يكون الناتج مقدار واحد ونصف في عشرة أس أربعة أوم إذن هذا بالنسبة لهذه الدائرة بعد التعديل هنا يكون الناتج واحد ونصف ضرب عشرة أس أربعة إذن هذا هو مقدار ماذا؟ المقاومة سؤال آخر تزداد مقاومة الموصلات الكهربائية بنقصان ماذا؟ ذكرنا عدة عوامل مؤثرة على المقاومة الطول درجة الحرارة نوع المادة مساحة المقطع قلنا أن مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع المقاومة فبزيادة المقاومة هذا يعني أن مساحة المقطع العرضي للموصل أقل إذن اختيار صحيح د إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه أو قمنا بمراجعة موضوعنا السابق المقاومة الكهربائية وهي خاصية ممانعة سريان التيار في الموصل أخذنا القانون وأخذنا بعض المسائل تحدثنا عن العوامل المؤثرة في مقدار المقاومة طول مساحة المقطع العرضي نوع المادة درجة الحرارة تعرفنا على أنواع المقاومة متقيرة وثابتة ورمز كل مقاومة من هذه المقاومات من خلال تمثيل الدوائر الكهربائية طبعا تعودنا على استخدام إما الرسم أو التصوير أو الكلمات اليوم استخدمنا الرسم تعرفنا على طرق التوصيل التوالي والتوازي وكيف نقوم بتوصيل بعض أجهزة القياس مثل الأميتر والفولتميتر تحدثنا أن الأميتر يتم توصيله على التوالي بينما الفولتميتر يتم تقسيمه أو يتم توصيله على التوازي إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تمثيل الدائر الكهربائية نلتقي بإذن الله في مواضيع قادمة في دروس قادمة إلى ذلك من المتقدم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة